هذه قصة حقيقية حدثت بالفعل ويرويها رجل يمني مقيم بالسعودية فيقول أخذني كفيري الذي أعمل عنده في سيارته لتوزيع زكاة ماله فذهبنا بمحاداة طريق الساحل البحري حيث تنتشر القرى الفقيرة وكانت الأموال موزعة في ظروف كل ظرف فيه خمسة آلاف ريال وعندما خرجنا من إحدى القرى إلى طريق جدة جزان وإذا نحن برجل عجوز وعمره سبعين سنة أو أكثر لكن منظره يوحي بصحة قوية وكان يمشي على الخط العام فقال صديق الذي أعمل معه ماذا يفعل هذا العجوز في هذه الصحراء الحارة وحده فرد سائق سيارتنا بسخرية أكيد هو يمني ودخل من دون تأشيرة وقفنا بجانب الرجل وسلمنا عليه وسألناه من أين يا شيخ وأين تذهب قال من اليمن ومشتاق إلى بيت الله الحرام قلنا له هل دخلت البلاد بطريقة شرعية قال لا والله دخلت من غير أوراق عن طريق التهريب حيث أني لو أردت الدخول بطريقة شرعية فلابد أن أدفع مبلغ ألفين ريال تأمينا وأنا لا أملك إلا مئتي ريال ركبت بمئة ريال ومتبقي معي مئة أخرى قال له صديقي كم أمضيت من الوقت وأنت تمشي على قدميك في هذه الصحراء الحارقة وفي شهر رمضان وهل أنت مفطر قال الرجل أمشي منذ ستة أيام وأنا صائم والحمد لله قال له صديقي أنت الآن تجاوزت أكثر من خمس نقاط تفتيش أمنية فكيف تجاوزتها قال الرجل والله الذي لا إله إلا هو إني أمر من أمامهم وأحيانا من بينهم ولم يكلمني أحد منهم ثم سألته أنا هل تحملت كل هذه المعاناة للحصول على عمل في السعودية قال لا والله أنا فقط مشتاق إلى بيت الله الحرام أريد العمرة في رمضان هنا سأله صديقي الدوريات الكثيرة لم يقبض عليك وأنت تسير قال قبل نصف ساعة من الآن قبضت علي إحدى الدوريات قبل مسافة خمسين كيلومتر ثم سلمتني لمركز الشرطة على بعد كيلومتر واحد من هنا وسألوني إلى أين أنت ذاهب فحلفت لهم بالله أني أريد بيت الله الحرام فأطلقوا سراحي قلت في نفسي سبحان الله ربي هيأ لك رجال الأمن فنقلوك بسرعة إلى هذا المكان حتى يسر الله لك أمرك ثم قام صديقي وأعطاه ظرفين وقال خذ هذه زكاة المال أخذها الرجل وهو لا يدري كم المبلغ الموجود في كل ظرف وقال جزاكم الله خيرا فسألته تعرف العملة السعودية؟ قال نعم فقلت له افتح الظرف وخبئ النقود بمكان آمن حتى لا تضيع فتح الرجل الظرفين وحين تأكد أن المبلغ عشرة آلاف ريال نظر إلينا وقال أكل هذا المال لي؟ قلنا نعم هو لك فسقط الرجل من المفاجأة في حالة إغماء شديد ونزلنا من السيارة وجلسنا حوله نرشه بالماء وهو يصيح هذا المال كله لي وجلس يبكي بكاء يبكي منه الحجر وبعد أن استراح قليلا سألته عن سبب هذا البكاء الشديد أنا عندي بيت في اليمن وعندي قطعة أرض بجانب البيت وهبتها لله وبنينا عليها مسجدا أنا وأولادي من الحجر والطين المسجد اكتمل بناؤه لكن عجزنا عن فرشه وأشياء أخرى يحتاجها وكنت يوما جالسا بعد انتهاء البناء أفكر كيف لي أن أفرش هذا المسجد صراحة كلنا بكينا بكاء عجيبا وتذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الآخرة جلبت له الدنيا بحذافيرها وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تزوجت فتاة وذهبت للعيش مع زوجها وحماتها وبعد وقت قصير اكتشفت أنها لا تستطيع التعامل مع حماتها فقد كانت الأخيرة تنتقدها وتثير غضبها ولم يتوقف يوما عن الجدال والصراخ وكان الزوج بدوره يعاني أحزانا بسبب خلافاتهما وعندما لم يعد في استطاعة الزوجة التحمل أكثر قررت أن تفعل شيئا فذهبت لصيدلي صديق عائلتها وحكت له الوضع بالتفصيل وسألته أن يمدها ببعض العققير السامة حتى تتخلص من حماتها إلى الأبد فكر الصيدري ثم قال لها إن الكلمة الطيبة والإحسان إلى أي إنسان حتى وإن سبقت منه الإساءة سيجعله يراجع نفسه ويغير أقواله وأفعاله ونحن قادرون على زرع ما نحب أن نجنيه بالكلام الجميل والحب الصادق والصبر والإخلاص وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا عندما وجدها لم تقتنع بما يقول دخل غرفة التحضير ثم خرج ومعه زجاجة صغيرة مزودة بقطارة وقال لها ليس من الحكمة أن تستخدمي سماً سريع المفعول وإلا ثارت حولك الشكوك لذا سأعطيك هذا العقار الذي يعمل تدريجياً وببطء وعليك أن تجهزي لها كل يومين طعاماً من الدجاج أو اللحم وتضعين عليه نقاطاً من هذا السم بالقطارة وفي هذه الأثناء عاملها بلطف وود ولا تتشاجر معها أبداً مهما كانت الظروف عاملها كما لو كانت أمك حتى إذا انقضت أيام عمرها لم يشك فيك أحد سعدت الزوجة بهذا الحل وأسرعت إلى المنزل لتبدأ التنفيذ على الفور ومضت الأيام والشهور وهي تحرص على التنفيذ بكل دقة وتتذكر دائماً ما قاله الطبيب لعدم الاشتباه فتحكمت في طباعها وأعصابها وعاملتها كما لو كانت أمها وبعد ستة أشهر تغير جو الأسرة تماماً فقد نشأ جو من الحب والصداقة بين الزوجة وحماتها التي تغيرت هي الأخرى وصارت كالأم الحنون لزوجة ابنها وأصبح الزوج سعيداً بما طرأ على جو الأسرة وهو يلاحظ كل ما يحدث بعد هذه المدة ذهبت الزوجة للصيدري وقالت له بحزن من فضلك ساعدني لأمنع السم من قتل حمادي فقد صارت لطيفة جداً وأنا أحبها الآن مثل أمي أرجوك لا أريدها أن تموت ابتسم الصيدري وهز رأسه وقال يا بنيتي أنا لم أعطك سماً قط لقد كان المحلول الذي بالزجاجة عبارة عن ماء أما السم الذي أوشك أن يقتلك فقد كان ساكناً في عقلك والآن تأكدت والحمد لله أنك شفيت منه يا بنتي ليس حسن الخلق فقط أن نعامل الآخرين معاملة طيبة بل أيضاً أن نصبر عليهم ونتحمل عتابهم وسوء تصرفاتهم معنا ولا تنسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة وكما قال أيضاً من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما ينقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم تزوجت فتاة ذات خلق طيب ودين من شاب لا يقل عنها خلقاً وأدباً ودينة وعاشا معاً في سعادة كبيرة ورزقهم الله بطفلين جميلين كانا قرة أعين لوالديهما وبعد عشر سنوات من الزواج تغير الزوج فجأة فأصبح عصبي المزاج يغضب لأتفه الأسباب وكثيراً ما ينتج عن غضبه هذا الاعتداء على زوجته بالسب والضرب دون سبب أو خطأ وقع منها وقد تعجبت هذه الزوجة كثيراً من التحول الذي طارأ على زوجها والذي كان رقيقاً طيباً وقضت معه أجمل سنين عمرها كانت تفكر كثيراً وتسأل نفسها هل أخطأت في حقه دون أن أدري؟ هل طلب مني شيئاً هاماً ولم أهتم به؟ هل وهل؟ أسئلة كثيرة كانت تفكر فيها ليل نهار ولا تجد سبباً واحداً يجعله يسيء معاملتها بهذا الشكل ومع ذلك حاولت الزوجة كثيراً التودد إليه والابتسام والمزاح معه إلا أنه في كل مرة كان يقابل طيبتها وحسن تصرفها بمعاملة سيئة لم تتوقعها فكرهت الزوجة الجلوس معه وأعلمت بما يحدث معها إحدى صديقاتها وكانت حافظة لكتاب الله وعلى دراية كبيرة بأمور دينها فنصحتها بالصبر وبكثرة تلاوة القرآن والأذكار في البيت وبالذات سورة البقرة وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا كما ذكرتها بأبنائها حينها علمت أن لا ملجأ لها إلا الله سبحانه وتعالى فبدأت تنفذ ما أوصت به صديقتها وأكثرت من الصيام ولزمت الدعاء والاستغفار وقيام الليل وبدأت تحفظ أبنائها القرآن الكريم وتروي لهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صباح يوم افتعل الزوج مشكلة على مائدة الطعام وبالغ في إساءته لزوجته وامتدت يده على وجهها وخرج من البيت غاضبة حينها لازمت تلاوة سورة البقرة بقلبها وكل مشاعرها وهي تبكي إلى الله ثم اتصلت بأهلها وهي تبكي فجاءوا للبيت ورأت منهم الشفقة لحالها وحال أبنائها وبينما هم جالسون في البيت يقرؤون بعض آيات القرآن الكريم شعرت الزوجة بالهدوء وبدأت الدموع تسيل من عينيها وفجأة قطعت لاوتهم صوت قوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم فأسرعوا جميعا إلى المطبخ ظنا أنه أنبوب الغاز أو الكهرباء فلم يجدوا شيئا عندها خرجوا إلى ساحة البيت فرأوا عجبا لقد شاهدوا بلاطة خرجت من مكانها فاقتربوا منها وهم خائفين متعجبين وتساءلوا أحقا كان الصوت الشديد منها فرفعوها ونظروا تحتها وكانت الحقيقة لقد كان شيئا من عمل السحر وفورا اتصلوا بشيخ فاضل وأخبروه بما حدث فأعطاهم طريقة التخلص منه فقاموا بإحراق السحر على الفور وبعد حرق السحر مباشرة فوجئت الزوجة بعودة زوجها للبيت على غير عادته في هذا التوقيت والمفاجأة الأكبر التي أسعدت الزوجة أن زوجها دخل البيت سعيدا مبتسمة وهو الذي خرج من ساعات قليلة غاضبا كئيبة ومن يومها عادت السعادة للأسرة كما كانت من قبل وأكثر فما أجمل الالتجاء لله بالدعاء وصالح الذكر والأعمال نظرا لعمل الزوجين في وظيفتهما وبعد وفاة والدة الزوج والتي كانت تساعد في أعمال البيت حتى تعود الزوجة قرر الزوج استقدام خادمة لتهتم بأعمال البيت وبابنتهم التي تبلغ من العمر خمسة عشر عاما وابنهم الذي يبلغ من العمر أربع سنوات وبعد فترة علمت الزوجة أن زوجها يتردد على المنزل أثناء عملها كما لاحظت اهتمام الخادمة بنفسها طوال اليوم وعندما كانت الزوجة تعامل الخادمة بغلظة كان الزوج يدافع عنها ويردد ما دام أنها تقوم بوجبها على ما يرام فتركيها وشأنها حتى لا تخسريها دخل الشك قلب الزوجة وفي أحد الأيام عادت للمنزل حوالي الساعة العاشرة صباحا وتفاجأت حين رأت الخادمة تتناول الشاي مع زوجها ويتبادلان الضحكات في انسجام تام فحدث شجار كبير بينها وبين زوجها كاد أن يؤدي للطلاق فقررت الزوجة طرد هذه الخادمة إلا أنها فوجئت بابنتها تبكي وتتوسل إليها بأن تبقيها في البيت لاحتياج البيت لها فوافقت الزوجة بعد أن أنذرت الخادمة بأنها ستطردها إن بدر منها ما يسيء كان قرار الزوجة بإبقاء الخادمة ليس بسبب طلب ابنتها وإلحاحها ولكن لكي تعرف لماذا تتوسل ابنتها لها بهذا الشكل كي تظل الخادمة في البيت لذلك بدأت تتابع تصرفات ابنتها والخادمة فلاحظت أن ابنتها دائما شاردة الذهن وتكثر من الجلوس مع الخادمة في المطبخ أو في غرفتها وتتحدث معها طويلا مما جعلها تشك في الموضوع وبمراقبتها اتضح أن الخادمة تريد أن تدفع بابنتها إلى الرذيلة حيث إنها سهلت تعرفها مع ابن الجيران وتحولت إلى ساع بريد الغرام حتى أن الشر دفعها إلى تحديد موعد مع هذا الشاب للقاء ابنتها في غيابها وقد تداركت الأم الموضوع في الوقت المناسب وأفهمت ابنتها مدى فداحة ما كانت سوف ترتكبه وتتمادى فيه وأن هذه المفاهيم الخاطئة التي غرستها فيها الخادمة بعيدة عن ديننا الإسلامي وعادات مجتمعنا إلا أن أكثر ما أحزل الأم وأثر في نفسها أنها شعرت بالذنب نحو ابنتها لأنها ابتعدت عنها وسمحت للخادمة بأن تسيطر على تفكيرها ولكن الشيء الذي أسعدها هو قيام زوجها بطرد الخادمة وترحيلها إلى بلدها بعد أن علم بحكايتها مع ابنته وقرر عدم استقدام خادمة بعد كوارث هذه الخادمة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر